بالمناسبة النهاردة يوران كلوب لمح لحاجة مهمة هي واضحة للجميع طبعا بس مش لمح يعني قالها بشكل غير مباشر لكن النهاردة صلاح كان متقلق جدا أمام لاعبين أقوياء وأطوال القامة القوى البدنية والجثمانية عند محمد صلاح بقيت مدهشة العالم كله يتحدث عنها انه هو مش مجرد لعب ممكن يبقى قصير القامة نسبيا بس قوي جدا احتفاظ محمد صلاح على الكرة تحت ضغط لما بيخش في مناوشات مع لعبين أقوية جدا بيعرف ياخدوا الكرة في وسط عدد كبير من المدافعين بيعرف يخترق ويسجل دي محتاجة شغل بدني وعضلي انت مش متخيله طيب عشان يوصل للمرحلة دي محمد صلاح ما اعتمدش بس على ان انا راجل موهوب ان انا راجل عندي مهرات ان انا راجل بعرف اسجل كويس كل ده ممكن يبقى عند مليون لاعب في مصر مليون لاعب مش ببالغ يا ممكن يبقى عند مليون لاعب في مصر نعرفهم او نعرفهمش بس التفاصيل دي عشان تلعب في الدولة الانجليزية وتتولق في الدولة الانجليزية او تلعب في اي دولة اوروبا لازل تكون عندك التفاصيل الجسمانية البدنية العضلية دي تفاصيل كبيرة مهمة مش بس زمان كان يقولك ايه اللعيب ده حريف وممكن ديك الف مثل اللعبين كانوا حريفة ايه في الكرة في مصر بس ما احترفوش في اوروبا ليه ان الحرفنة والمهارة المهارة فقط لا تكفي في اوروبا ما تكفيش لازم عندك قوة بدنية كبيرة وده عند محمد صالح طيب